الحمد لله رب العالمين وأن يعود علينا هذا الشهر كرات ومرات ونحن في عافية وصحة وإيمان دائما ختام الأعمال نحن على قريب من نهاية هذا الشهر ختام الأعمال تختتم بالاستغفار بهذا بالاستقراء من خلال القرآن ومن خلال سنة النبي عيسى والسلام دائما الأعمال تختتم بالاستغفار تلاحظون مثلا يا عيال يا بنات الآن نحن عندما نصلي نصلي والصلاة من أعظم الأركان بعد التوحيد أول ما نقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله على طول استغفر الله ما عند الإنسان يمكن يقول أنا أستغفر بعد الصلاة واحد يستغفر بعد المعصية يستغفر مثلا أنه ترك واجب عليه لا بعد الصلاة مباشرة يقول استغفر الله استغفر الله مع أن أصلا هم بعد السلام ما في وقت يذنب أصلا يعني يتكب ذنب بعد السلام يقول استغفر الله هذا يدل على أنه تختم الأعماب بالاستغفار النبي عليه الصلاة والسلام آخر صورة نزلت عليه صورة النصر يعني بعد الجهاد والدعوة والبذل العظيم والتضحيات وإشياء كثيرة عملها عزيز والسلام آخر صورة مؤخر آية آخر صورة نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح وهو فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابع طيب معنا حين سؤال السلام عليكم يا شيخ معاقي الطالب عبد الله الجرح ودي أسألك السؤال ما هو أوضل دعاة أقوله في ليلة الغدر جزاك الله خير وليدي عبد الله على هذا السؤال المبارك الله يبارك فيك ويجعلك من الذين يعني يكونون قد يعني صلوا صلاة القيام وكانت ليلة الغدر في هذه الليلة أفضل طبعا الدعاء أن تقول اللهم أنك عفوون تحب العفو فاعفوا عني وطبعا هذا الدعاء لما جاءت عائشة رضي الله عنها تسأل النبي عسى السلام عن أفضل الدعاء وكانت حريصة على ذلك لأن هذه ليلة القدر وهي من أعظم الليالي خير من ألف شهر فكان من التوفيق لعائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها سألت هذا السؤال فالدعاء هو أن يقول الإنسان في ليلة الغدر اللهم أنك عفوون تحب العفو فاعفوا عني والإنسان عندما يطمن الله العفو لا شك أن الله عز وجل إذا عفى عنه وتجاوز عن سيئاتنا وقفر لنا ذنوبنا سبحانه وتعالى هذا هو الفوز العظيم وهذا الفوز الكبير الأمر الآخر الإنسان عندما يقول هذا الدعاء هذا الدعاء لا يوجد شكال أنه أفضل من أي دعاء ربما الإنسان في باله أشياء في نفسه نعم يجوز يدعو بأمور الدنيا بأمور الآخرة بأي دعاء لكن هذا الدعاء مناسب في هذه الليلة مناسب في هذه الليلة وهذا له العكاس أيضا على حياتنا العملية تطلب من الله عز وجل عفو طيب أنت أيضا عفو عن الناس إذا كانت بينك وبينهم حقوق وغير ذلك عفو عن الناس فإذا أردت أن الله يعفو عنك فاعفو عن الناس اللهم أنك عفوون تحب العفو فاعفو عني ثلاث مرات تتكرر هذه الكلمة المباركة وأنت تبدأ بهذه الكلمة اللهم وكلمة اللهم هذه عظيمة أنصحكم بناتي وعيالي دائما ابدأوا الدعاء باللهم لأن اللهم معناته يعني كأنك أنت دعيت بكل أسماء الله عز وجل لأن حرف الميم اللهم الميم هذا هذا ميم الجمع كأنك جمعت كل أسماء بدلا يقول مثل الإنسان يا شافي يا رحيم يا غفور قل اللهم طبعا جائز هذا هذا جائز لكن كمت اللهم أدل على الأمر أنك تعيته الله عز وجل جميع أسماءه ولا شك أن الإنسان عندما يدعو الله بجميع أسماءه هذا من التوسل هذا من التوسل الذي أرشدنا إليه الشرع الكريم عندما نتوسل إلى الله عز وجل نتوسل بأسمائه الحسنى وصفاته العلا اثنين نتوسل بالعمل الصالح إذا عندك عمل صالح توسل إلى الله بالعمل الصالح أنت بار بوالديك قل اللهم يا رب أنا بار بوالدي اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم ارزقني وأيضا التوسل الثالث التوسل بالدعاء الرجل الصالح تشوف واحد طيب رجل صالح ومصلح رجل ما شاء الله أهل التقوى من أهل التقوى ومن أهل الدين قلت زاكرة لخي دعو لي هذا أيضا من التوسل المشروع في الإسلام طيب الآن نطلع فاصل ونأتي إليكم إن شاء الله بعد قليل السلام عليكم اسمي مطر صالم حابة سألتك سؤال يا شيخ متى تبدأ العشر الأواخر زاكرة لخير وليدي مطر على هذا السؤال متى تبدأ العشر الأواخر طبعا العشر الأواخر تبدأ من ليلة 21 يعني يوم 20 ليلتها تسمى 21 فهنا تبدأ العشر الأواخر طبعا هذه العشر الأواخر هي أفضل أيام رمضان والسبب في هذا أنها فيها ليلة القدر وليلة القدر خير من ألف شهر والمعنى في ذلك أن العمل في هذه الليلة أفضل من العمل في ألف شهر يعني تقريبا أكثر من 83 سنة كأن الله عز وجل يعطينا عمر مع عمرنا عمر مع عمرنا مع أن عمرنا قصير كم يعني بنعيش ليت القدر من فضلها أن الله يعطيك عمر مع عمرك ولذلك كان عليه الصلاة والسلام على انشغاله وعلى ارتباطاته العظيمة واهتماماته بالأمة كل الأمة كان يعتكف في المسجد ما يخرج عشرة أيام حتى أهل زوجاته إذا أرادوا أن من النبي عليه الصلاة والسلام حاجة دخلوا ويعني يعني ذكروا الحاجة للنبي عليه الصلاة والسلام ويذهبون مثلا لكن ما كان يخرج عليه الصلاة والسلام من المسجد العشرة وآخر هذه فرصة كبيرة جدا أن الإنسان يستدرك ما فاته من العشرين يوم ليفاته عشرين يوم مقصر يمكن مثلا ما قالت قرآن كثيرا ما صليت كثيرا ما دعيت ما كذا الآن خلاص استدرك انت الآن عندك العشرة أيام الأخيرة عوض والله سبحانه وتعالى عينك ويفتح عليك ويجعل أمورك سهلة ويسيرة خاصة إذا كان إنسان مقبل على الله عز وجل وأقبلوا على الله عيالي يا بناتي إن الله يثبتكم ودائما يقولوا هذا الدعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك إذا الله ثبت قلوبكم ثبت الجوارح ثبت سمعك وبصرك ولسانك وإيدك ورجلك وعقلك وهكذا وحرصوا على هذا الدعاء اللهم أنك عفون تحب العفو فاعفوا أني طيب معانا سؤال آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم الطالب ترك فيصل لنزي عندي سؤال يا شيخ كيف نودع رمضان زاكر أخير أوليدي التركي على هذا السؤال كيف نودع رمضان طبعا التفديع من رمضان صعب صعب الواحد يقول كيف نودع رمضان الواحد يودع إنسان غالي عليه كيف نودع هذا الغالي يعني ما يتحمل ويجد فعلا سيكون هناك فراغ عظيم هذا الشهر المبارك الخير كل الخير فيه والفضل والسعادة التي ليس بعدها سعادة جنة عرضها السماوات والأرض ونحن عندما نعمد الله عز وجل ونودع هذا الشهر نودع هذا الشهر بأن الله يتقب مننا صالح العمال حرصوا على هذا نتقب نسأل الله عز وجل أن يتقب مننا صالح العمال وعندما يكون أيامنا أيامنا تنقذنا من النار يوم القيامة ما ما سوينا ترى نحن مقصرين في حق الله عز وجل ما ما سوينا الإنسان عندما واحد من البشر من الناس يعني يقوم لك بمعروف معين تشكره دكوزاك من الخير مشكور ورطي في عمرك ورحمة لديك طيب هذا إنسان يعني فكيف بالله عز وجل يعطينا على الحسنة عشر أنثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة عدد من الحسنات يعني ما يمكن يحسب لا ما يمكن يحسب ولا حتى فلكي والسبب أن الصوم الله عز وجل عز وجل يتولى الجزاء إلا الصوم فإنه لي وأنا أجيبه وصيكم بعد أنكم تستمروا على العبادة لا تتركون الصلاة لا تتركون بر الوالدين لا تتكرون صلة الأرحام لا تتركون القرآن دربالكم القرآن خل معاك وقلبك على طول خلكم مع ناس طيبين صحبة طيبة صحبة طيبة والصاحب ساحب كما يقولون والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل نسأل الله عز وجل لنا ولكم صالح الأعمال ونسأله عز وجل التوفيق بالسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته